بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك وقد ملأت حياتنا نورا وبركة وما زالت أنوارك يا رسول الله تسري في حياتنا أنوار سنتك وأنوار وجودك وسلامنا عليك اللي بيخلي قلوبنا تتنور وتوصل إلى عنان السماء وتتصل أرواحنا بروحك يا حضرة النبي ويا سلام واحنا عادينا بنتدارس سنتك ونشوف النور الذي بشرتنا به والنور الذي تغمر قربنا به تعالوا نشوف حديث رسول الله سلم الحديث اللي بيرويه سيدنا عبد الله بن عباس وإزاي هيوصلنا إلى نور عجيب بيطمن قلوب كتيرة ويخلي قلوب كتيرة تحس أني تعبع ما رحش هدر ويحسوا بالأمان ويحسوا بالاطمئنان ويحسوا بباب الجنة اللي فتحوا حضرة النبي على لبهم لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اللي رواه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول من أمسى كلا من عمل يدي من أمسى كلا من عمل يدي أمسى مغفورا له من أمسى كالا من عمل يدي أمسى مخفورا له من أمسى كالا من عمل يدي أمسى مخفورا له يعني ايه؟ يعني الشخص اللي عيبات وهو تعبان ومش قادر وبذل كل مجهوده عشان يجري على أولاده يجري على لقمة عيشه ويحترم لقمة عيشه زي ما الناس بتعبر وبتقول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهذا الحديث اللي حسنه فريق كبير من العلماء فهو حديث يدعون إلى مكارم الأخلاق وعشان كده هذا الحديث اللي هو حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديث حسن في درجتي وحسن في أنواره التي تدخل على قلوبنا وعشان كده تعالوا نتكلم بقى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيربط هنا في هذا الحديث بين المغفرة وبين إتقان العمل ده وجه من الوجوه نحن نبص على الوجوه اللي بيعملها لنا الحديث أول وجه بنشوف في الحديث أول وجه بيقول لنا أتقنوا أعمالكم أتقنوا أعمالكم فإنها باب من أبواب الجنة باب من أبواب المغفرة مش الله سبحانه وتعالى قال قلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا كمان ممكن نقول أتقنوا أعمالكم فإنه غفار فالله سبحانه وتعالى غفار يغفر الذنوب يغفر الذنوب لمن؟ لأهل التعب ولأهل العمل بصلاح القلوب اللي كان بيشتغل بقلب وكان بيشتغل بجد ويشتغل بإتقان يبات مغفورا له طب فيه واحد كلا تاني ما يتكلم من عمل يدي يعني الرجل الذي عمل فاستفرغ جهده زي ما بيقول كده سيدنا سوفيان الثوري عليك بجهاد الأبطال الكسب الحلال والسعي على العيال أيوة إحنا بنتكلم عن ده دي الوقت إحنا بنتكلم عن ده وإحنا في الأزمة الاقتصادية اللي إحنا فيها دي عشان نقول اللي يبيت كلم من عمل يدي ما يحسش إنه مقهور ولا يحس إنه مكسور ولا يحس إنه مقهور لأ ده لازم يحس إنه مكرم وعلى تاجه وعلى جبينه وتاج الغفران أنت لما عتبات كلا من عمل يديك أنت بطل ليه بطل؟ لأنك بزلت أقصى ما في وسعك وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيبشرك أن أنت أخذت بطولة المغفرة أن ربنا سبحانه وتعالى كتبك في المغفور له ووعد حضرة النبي واضح إبقى أول حاجة إتقان العمل تاني حاجة السعي حلاوة السعي وجمال السعي هذا الحديث يؤسس إلى أن السعية ليس عبئاً ولكن السعية فوز أن أنت لما تسعى هذا فوز مش فوز بالرجولة بس لا فوز بإيه كمان؟ فوز كمان بالربانية ستصبح عبداً ربانياً إذا سعيت على أولادك ولذلك إلا حاصل الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسعى في الأرض ونمشي في مناكب الأرض ونحن نطلب الإيه؟ نطلب السعة في الرزق المشهد الثاني اللي في من بات كلا من عمل يديه بات مغفوراً له المسألة الثالثة أن ده إبن أوي لما نربط ده بحديث رسول الله سلم هذه يد يحبها الله ورسوله لما الرجل كان تعبان الذي يسعى ويكل في عمله يحبه الله الله يحبه ثلاث بشريات في هذا الحديث أول بشرة أن إتقان العمل باب من أبواب فتح أبواب الجنة والأمل الحاجة الثانية أن الشخص الذي يسعى يأخذ بطولة المغفرة الأمر الثالث أن الشخص الذي يسعى ويكل من سعيه اللي حاصل الله يحبه وعشان كده ممكن نقول أن الوجوه اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين بين تعب الإنسان في العمل وما بين المغفرة دي وجوه بتخلينا نفهم أن الرسول الله سلم بيعدد لنا أسباب المغفرة ولذلك ربنا كمان في مشهد جميل أوي لازم نستحضره إحنا سمعين عائز الحديث مشهد أن الله يراك وأن الله ينظر إليك وأن ربنا مطلع على عملك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله هو المؤمنون هذا مشهد تاني فالعمل اللي انت بتعمله ده محل نظر الله فإذا أكثرت من العمل حتى كللت فأنا سأقول لك شيئا مهما عارف من بقى تكلم من عمل يدي أنت عارف أنت كللت من إيه كللت من جمال النظر ربنا إليك اللي أنت تحملته من عطايا ربنا ومن نظر ربنا ومن رضا عليك خلك مش قادر تتحمل فأنت لو كنت مكسور فأنت مكسور من كتر الجمال اللي ربنا حمله لك من كتر عملك وعشان كده هالجزاء والإحسان إلا الإحسان لو أنت أحسنت لعباد الله أكيد ربنا سبحانه وتعالى يحسن إليك وكانت بشرة بداية بشرة الإحسان أن ربنا يخفر إليك بس ده مش هيكون آخر العطاء ولذلك إن الله يحب وإذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وعشان كده اللي بيسعى في طلب الرزق بيكون في محل النظر الله سبحانه وتعالى علشان كده ينال المغفرة وأنا أقول لك وأقول لحضراتكم إن من الأيام دي في من أكثر الأوقات اللي إحنا محتاجين فيها العمل والجد والتعب علشان نكفي أولادنا وكمان نتصدق على أنفسنا بإن إحنا نفتح أبواب المغفرة وابواب الهداية وابواب المحبة ونحمي نفسنا كمان ونحمي أولادنا من زل المسألة وزل كمان الضياع يبقى إيه اللي حاصل أنا بقيت أراقي ستات كتير بتشتكي إن الرجالة عايزة أنا آسف تعبير ده إن الرجالة عايزة تأنتخ وتقعد بقى وعندهم عذر طب وانا أعمل إيه مع الحال واقف وما يتصرفش عشان يجيب رزق ما يفتحش ما يفتحش إيديه ويفتح بجهد عشان يتلقى رزق أولاده لا وعايز يعد وخلاص زيه من التدوير على الشغل أو زيه إن هو يشتغل وعايز يعد ما يتصرفش وكل ما تقوله على حاجة يقول لها اتصرفي دول بقى والعيزة بالله عقابهم كبير عند الله سبحانه وتعالى بالإضافة إنهم ضيعوا فرصة كبيرة فرصة المغفرة فحضرت النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم قال كفى بالمر إثما أن يضيع من يعود وعشان كده لازم نعرف إن أفضل لقمة يأكلها الشخص هي اللقمة الذي يأكلها من عمل يدي فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد منكم طعاما في الدنيا خير من أن يأكل من عمل يدي يا سلام وعلى فكرة الأنبياء كانوا بيحبوا يأكلوا من عمل أيديهم عارفين ليه عشان لما تأكل من عمل يدك الله سبحانه وتعالى ينور قلبك وعشان كده لازم تكون فاهم ده إن الأنبياء ما كانوش ممكن يسيبوا فرصة إن هو يدوقوا أجمل أكل اللي هو الأكل اللي بتأكل منين من عمل يدك ويمكن ده اللي بيعطي منزلة للناس والصعاب الكرام فاهموا كده فاهموا إن دي من سنن الأنبياء إن هم يأكلوا من عمل أيديهم فكان سيدنا عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينزل الرجل ويفحصه كده بص بقى بص آمنين ينزل للاجل نظرة تقدير واحترام حتى يعلم أنه لا حرفة له أو صنع يعني ما أنت راجل من عطال بطال ما بيشتغل ما بيشتغلش مش إنه مش لابيش شغل لا أوه كده فيقول إيه فيسقط من عينه دلالة على قلة شأنه عنده فسيدنا عمر بيقول رضي الله عنه إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول هل له فيعجبني فأقول هل له من حرفة فإن قالوا لا سقط من عيني ليه لأن الشخص الذي لا يعمل ده بيسر إلى قلبه أمراض قلبية كثير منها إيه منها الشخص دوت والعزو بالله إنه هو ظالم الشخص اللي بيشتغلش ده ظالم ظالم لمين ظالم لمن يعولهم ظالم لنفسه لأن على فكرة العمل مش بس أدى للكسب العمل أدى للكسب للحفاظ على الهوية إن أنت رجل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إحنا الرجل لما تجوز عاهد الله على أن ينفق لينفق لينفق ذو سعة من سعة ده عاهد بينك وبين الله إن أنت تنفق على أولادك فلما تقصر في ده والعزو بالله أنت موفدش بوعدك مع الله سبحانه وتعالى عايز أقول لكم إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العمل مش عبادة وبس زي ما بنقول ده اعتبروا جهات في سبيل الله إيه اللي حصل تحصل عليه بالنية في الحديث رأى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم معض الصحابة شابا قويا يسرعوا إلى عمله فاصحابة شافوا الصحابة وبيجري بيسرع إلى عمله فقالوا لو كان هذا في سبيل الله يعني يعني لو كان الجري ده في القتال وفي الدفاع عن الدين وفي صون الدين على فكرة حضرت النبي مش بس هنا بس حضرت النبي كان بيقرن أشياء كثيرة جدا ويخلاها نوع من أنواع السيري في سبيل الله عارفين فاكرين حديث اللي هو حديث عينان لا تمسهما النار عين بكت عين بكت من خشة الله وعين بادت تحرص في سبيل الله فإذا حضرت النبي كان بيقول لنا إن سبيل الله واسع سبيل الله مش بس إيه القتال لا سبيل الله واسع زي كده من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع يبقى في سبيل الله واسع فمن ضمن وسع سبيل الله الولد اللي بيجري ده عشان يلحق رزقه ده الصبح بدري كده بيجري عشان يلحق رزقه فالصحاب قالوا لو كان هذا في سبيل الله فرد عليهم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا هذا فإنه إن كان خرج يسعى على ولده على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان إيه ده؟ يعني كل الأسباب المرضية الجميلة الرائعة اللي تخلي الراجل حاسس إنه هو راجل بيسعى على عياله بيسعى على أهله بيسعى عشان يعف نفسه ولاحظ كده لاحظ كده إيه اللي حاصل إما هو فرد أو هو في أسرة أو إنه هو في أسرته الشخصية بيسعى عشان أسرته الخاصة الصغيرة أو بيسعى عشان عيلته أبو ومه أو بيسعى عشان نفسه هي دي الأحوال بتاعت الكاسب اللي احنا بنسعى فيها قاله كل ده في سبيل الله يا سلام طب ليه في سبيل الله قاله لأنه في سبيل أن يفتح يديه ليأخذ رزق الله فيشكر الله سبحانه وتعالى فهو في سبيل شكر الله هو في سبيل أخذ رزق الله هو في سبيل حمد الله هو في سبيل الرضا عن الله يبقى في سبيل الله ولا مش في سبيل الله وكأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عايز يكبر في الحديث ده بقى بخاطر كل واحد من إخواننا اللي بيشتغلوا في مهن شق وبتتعبهم ويقول لهم أنتم أجركم مش في الدنيا بس ده أنتوا حتى لو ما أخدتوش فلوس في الدنيا وما حصلتوش اللي أنتوا عايزينه فأنتوا لكم قدم صدق وفتح كبير عند الله قدامكم أجر عظيم في الآخرة بنسعى إليه بالجد والاجتهاد أن احنا نوصل به إلى المغفرة ده الناس بتقعد في رمضان وتكتعد أوله ورحمة وأوسطه ومغفرة بكتعده عشان يوصل له المغفرة أنت لو روحت البيت تعبان من شغلك حاول تستنشق قدع عبير الجنة أنت مغفور ليك فالمغفرة مش بس علشان العمل وإنما ما يتلطب عليه من نتائج كمان زي هياكم من عمل يدي وينفع نفسه يتصدق كمان وكمان مكانه دوره المجتمع اللي هيحصله وكمان عفة الأولاد والإنفق عليهم وإغنائهم أنتظر ورساتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتعففون الناس نفع الكون كله والحيوانات والطيور وكمان رفعة المجتمع ورفعة الوطن ورفعة البلاد كل دي أصناف وألوان وجمال من جمال من بقى تكلم من عمل يدي خلينا أقول لكم حاجة مهمة جدا مش بس المهن والحرف اليدوية هو بس اللي ممكن يبقى تكلم من عمل يدي أنا والله أقول لكم حاجة أنا أيام بروح هل كان بحس إن أنا من كتر التعامل مع المشاكل وسمع الناس والجواب عليهم وحل المشكلات بحس إن أنا تعبان بحس بحاجة غريبة جدا جدا لما أفتكر هذا الحديث بحس إن نفسي طابت بحس إن أنا ارتحت بحس والله أقول لكم حاجة سر كده لما بأسمع حديث من بأت كلم من عمل يدي بأت مخفورا له بحس إن يوم ابتدى بحس إن يوم مخلص بحس إن أنا قادر إن أنا أواصل وساعات بأواصل وأم بأقل إيه إذا كنت أنا من بأت كلم من عمل يدي بأت مخفورا له يعني الحمد لله ربنا أنا خلاص من بأت يعني خلاص من أمس عليه الليل وهو كان من عمل يدي طب وأنا لو عملت ده تاني ربنا كريم يبقى يخليلي اليوم بيومين يبقى أنا كمان لو اجتهدت مرة تانية يحصل لي اليوم بيومين خلوا بالكم يا سادة إن الإنسان يكلم من عمل يدي ليس بالضرورة إن يتعب جسمه لكن بالضرورة إن هو يقوم بوجبه ثلاث حاجات لازم تعمل عشان تعرف أنت كلم من عمل يديك ولا أول حاجة أن تحسن في عملك وأن تكتهد إن أنت لا تتدخل جهد في إن أنت تبدع وتنتج وتعمل كل ما أقامك الله فيه الحاجة التانية إن أنت ببساطة خالص إن أنت تكون ساعي بصدق على إغناء نفسك وعفت نفسك وعفت أولادك وعفت أسلتك حاجة التالتة وإنت ما تخليش جهد وفيه ناس كتيرة لازم تعرف إن كتير من اللي حواليك مش طالبين منك بس لأنك أنت تسعى يبقى أول حاجة إن أنت تتقن عملك تاني حاجة تسعى على حاجة اللي حواليك تالت حاجة وده مهم جدا إن أنت وإنت بتسعى وبيتبقى تكلم من عمل يدك لازم العمل ده يكون مغموس في حاجة مهمة جدا مغموس في مدد الله بإن أنت معملتش ده وإنت لوحدك إنت صحيح بقى تكلم من عمل يدك بس ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كان عاونك ولذلك أنت هتقدر تستمر إيه وعد تصدق نفسك لما تقولك أنت مش تقدر تستمر على الحالة اللي أنت فيها دي أنت هتفضل ترهأ لا 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 خالص لما تحس أن أنت قلبك صرى إليه نفسك بتقولك أن العمل ده خلاص بقى استعباد ولا بقى واجع افتكر هذا الحديث افتكر هذا الحديث اللي بيشممك أنسام الجنة ويمسح على قلبك بمدد ربنا أنت بتسعى بمدد ربنا وعيش بمدد ربنا هتحس أن أنت ما بتش كلا من عمل يادك بل بت في حضرة مولاك عشر ربنا سبحانه وتعالى يطعمك ويسقيك وكمان يطيب خاطرك بأنه سبحانه وتعالى قد قبلك ونظر إليك بعين مدده وبعين لطف يا رب اجعلنا من السعين على أرزاقهم دائما الذين لا يدخلون جهدا لأن في الحقيقة العمل جهاد والعمل إمداد يا رب اجعلنا أن نذوق حلاوة أننا نعمل في سبيلك ونسير إليك في كل نفس من أنفاسنا نعمل به العمل الصالح النافع الذي ينصر الخير والرحمة والجمال في حياتنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر